السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بقال في خير وصحة وسلامة انتو وكل حبابكم وارب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نجحة ومحققة كل اللي انتو بتتمنوا بيه النهاردة احنا جايين بخلطة مختلفة وجديدة وفعالة جدا لتسمين البط لازم تعرف ان اسباب نقص الاوزان ممكن تكون مرضية وممكن تكون مش مرضية لو الاسباب اللي عندك دي هتحتاج خلطة تبقى مش مرضية لو في امراض يبقى هي المشكلة وهي السبب وراء نقص الاوزان انما انت ما عندكش امراض في الطيور بتاعتك يبقى تستخدم الخلطة بتاعتنا دي وهي اللي هتكون مناسبة جدا لازم تحدد مدة التسمين يعني لازم تكون قبل فترة الالش علشان وزن الطائر فيها بيقل وبرضه لازم تاخد بالك من النظافة والتهوية والشمس والرعاية وكل الحاجات دي هنقول لكم الخلطة بالتفصيل مباشرة بعد ما تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة واتفع زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول باشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على تو الخلطة باختصار وبسرعة جدا ومش هنقول لكم اي حاجة قبلها لان الخلطة مش هي اهم حاجة في الفيديو بتاع النهاردة الفيديو بتاع النهاردة مش هنشوقكم للخلطة لكن هنشوقكم لاهمية الخلطة والفوائد الجبارة بتاعتها ايه هي بقى الخلطة انت هتجيب اتنين كيلو من العلف وتحط فوق الاثنين كيلو دول معلقة زبادي ومعلقة كركم ومعلقة خميرة صغيرة وكل ما بتزود كمية العلف وعدد القطيع اللي عندك هنزود المركبات دي كلها بمقدار 10% على الكمية المستخدمة من العلف الالف جرام من العلف بنحط عليه 10 جرام خميرة و10 جرام زبادي و10 جرام كركم وبتزيد الكمية بتاعت المركبات دي كل ما بنزود العلف تمام؟ العلف 1000 جرام يعني كيلو الكيلو منه 10 جرام خميرة و10 جرام زبادي 10 جرام كركم لو 2 كيلو من العلف بتزود العشر جرام تبقى 20 جرام وكذا علشان يبقى فيه تناسب وتبقى الخلطة مفيدة وفايدتها ان شاء الله فعالة وقوية هنخلط المكونات دي جيدا العلف بالزبادي بالكركم بالخميرة بكل المكونات اللي احنا حطناها دي كلها خلط جيد لحد ما يبقوا مزيج كويس ويدخلط كويس يعني ونحطهم في اناء ونقفل عليهم ونغطيه كويس جدا نقدم منه بقى كل يوم وجبة واحدة فطار للطيور بتاعتنا يعني وجبة على الفطار الصبح اول ما نديهم اكل نديهم الوجبة دي على الفطار بقى اليوم نقدم علف بس ما نقدمش معاه اي حاجة تانية ده تسمين فعال جدا وخطة فعالة جدا لتسمين البط نعمل ده نعمل الخلطة دي طوال فترة التحضير قبل دخول البط في مرحلة التسمين هنعمل الشغل ده امتى طوال فترة التحضير قبل دخول البط في مرحلة التسمين مش بعد لأ قبل ما نبدأ مرحلة التسمين احنا هنعمل الخلطات دي نيجي بقى للجزء الاهم في فيديو النهاردة فيديو النهاردة مش المهم فيه انك تعرف الخلطة وتروح تنفزها لأ فيديو النهاردة المهم فيه انك تعرف فوايد الخلطة دي لصغار البط لان الفوايد فعلا جبارة وكتيرة جدا اول فايدة معانا ان هي بتبني القناة الهضمية لصغار البط يعني في المرحلة دي بتنظف وبتطهر المعدة من اي ميكروبات او بكتيريا وبعد كده بتبدأ في التفاعل وبتبدأ في زيادة اوزان البط ايه فايدة الكلام ده كله فايدة الكلام ده كله ان البط عندك من صغر هتكون صحته كويسة ومناعته كويسة ما عندهش ميكروبات ما عندهش فيروسات عنده مناعة قوية ضد كل الامراض ومدام الطائر اللي عندك صحته كويسة وعنده مناعة قوية ضد كل الامراض فهو هيبقى قادر على النمو السريع ووزنه هيزيد بمعدل فوق الطبيعي كمان وزيادة مع زيادة الاكل فهتلاقي عندك تسمين سريع جدا بدون اي مشاكل وكل ما كان التسمين اسرع كل ما كانت الارباح اكتر يعني انت هتستنى ارباح هتستنى مثلا اربعين يوم عشان الارباح مثلا يعني لو هنقول اربعين يوم لا هيبقى تلاتين هيبقى وعشرين لانك سمنت الطيور بتاعتك بدري بدري لان صحتها كويسة فنموها بقى اسرع فبناء القناة الهضمية من اول الحاجات اللي الخلطة دي بتفيد فيها يعني لصغار البط برضو الخلطة دي بتخلص جسم البط الصغير من اي سموم فطرية متواجدة جوه العلف العلف احنا حكينا عنه كتير قبل كده ويا ما قلنا ان العلف بيبقى فيه سموم فطرية والسموم دي موجودة وتكلمنا عن تغيير العلف لما بيغير السموم بيخلي نوع السموم يتغير فالطائر بيبقى مش متعود عليه فبيحصل له مشاكل لما تغير له العلف لما تغير السموم معه يعني بالتتابع فاتكلمنا عن الموضوع ده كتير واحنا عارفين ان العلف بيبقى فيه سموم انا تخلص بقى من السموم دي ازاي بالخلطة دي الحاجات اللي مع العلف الكركم والزبادي والخميرة الحاجات دي كلها بتخلص العلف من السموم الفطرية المتواجدة فيه فالعلف بقى مفيد بس مفهوش اي ضرر برضو الخلطة دي بتزود سرعة التحويل وبناء الهيكل لصغار البط قبل مرحلة التسمين يعني ايه الكلام ده يعني بيأكلوا كتير جدا بدل ما بيأكلوا عدب معين مجرامات بيأكلوا ضعف ومثلا بسبب الحاجات اللي موجودة على العلف والحاجات الموجودة في الخلطة وبتبني الهيكل لصغار البط بسرعة الهيكل بتاعهم والعظم بتاعهم بيكبر بيكبر بسرعة يعني جنونية عكس المعتاد وعكس الطبيعي يعني اكتر من الطبيعي بكتير جدا لانه بيأكل اكتر فهينمو اسرع بكتير جدا ده قبل مرحلة التسمين مهم جدا نقدم الخلطة الخلطة كمان بتقول عظام وبتحمي صغار البط اثناء دخولهم في فترة التسمين من التعرض لأي كساح او امراض عظم مستقبلا تخيل انت تبقى بنسبة كبيرة ان شاء الله والضمان بياد الله بس تبقى ضامن ان الطيور بتاعتك او البط بتاعك مش هيجيله امراض متأسس صح صحته كويسة منعته كويسة متحصن ضد البكتيريا ضد الفيروسات ضد الفطريات ضد اي حاجة ممكن تعطل مسيرة النمو بتاعته او تعطل انتاجه عموما تخيل انت كل ده فاكيد ان شاء الله هتبقى نسبة الارباح عندك عالية لو انت فاتح مشروع ومستني تبيع اوزان من البط او حتى انت بتستفيد من البط وتربية البط عندك وبتاكل اللحوم بتاعته هتبقى الفايدة جبارة وكبيرة جدا لان الطائر متأسس صحة عندك وصحته كويسة بنستخدم الخلطة دي بصورة مستمرة حتى بعد ما بنبدأ في مرحلة التسمين بتاعة البط وبرضو بنستخدمها طول دورة التربية للبط مع مراعاة استخدام رافع مناعة اخر اليوم لازم نستخدم يا جماعة رافع المناعة في اخر اليوم علشان خاطر نضمن ان المناعة تبقى فروتها وتبقى الصحة كويسة وعال العال ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في قناة طيور فوق السطح وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ونشوفكم على الف مليون خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته